اشتركوا في القناة سعد مايقون خلينا نشوف الأستاذ سعد موجوده مستر سعد مايقون السلام عليكم اتفضلوا أهلا وسهلا كيف حالك ايش أخباركم طيبين العربي تتحدث العربية مية مية الله أكبر تفضل ريحتنا تفضل أهلا وسهلا كيف حالك أستاذ سعد ايش أخبارك قبل ما نبدأ كل ضيف يجي لازم يقول لي رأيه في الملابس فهل انت توقعت أني غاني ولا مو يعني انت يعني افريقي قح اليوم ليس غانة فحسب بل افريقي قح افريقي قح دعم شاهديني جماعة أنا افريقي قح اليوم يعني تمام ظبطا الحمد لله وهذا لبس غاني فعلا هذا لبس يشترك فيه يشتركوا نعم عدة دول يعني عدة دول يمكن هما جابوه عشان يوفروا علينا كل ما نجيب دولة افريقية يلبسوني هو ايه هو دالك استفدنا منكم هو مشتركوا يقولني انتاج مكلف وجبتونا ده بطلعوا في الأخير طيب السيد سعد نعم أهلا وسهلا نورتنا ونورت برنامج عالمي جزاكم ونورتني في عالمي شكرا كيف حالك تمام الحمد لله عرفنا بنفسك معك أخوك سعد أبو بكر مايغون من دولة غانا ومن مواليد كماسي أهلا وسهلا المولد والمنشأ في كماسي المولد والمنشأ في كماسي في كماسي كماسي هذي اسم مدينة في غانا هو يسمى العاصمة الاقتصادية في غانا العاصمة الاقتصادية في غانا هي المدينة التي ولدت وترعرعت فيها نعم أو بها حكيني عن كماسي بماذا تشتهر كماسي كماسي هو ثاني أكبر مدينة يعني في غانا يعني بعض العاصمة بعض العاصمة اللي هي عاصمتها ايش اكرا هي اكرا صح مو اكارا اكرا 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 ممتاز وكماسي بلل جميل يعني جدا يسمى The Garden City The Garden City يعني الحديقة مدينة الحدائق نعم مدينة الحديقة نعم يعني كماسي كماسي هذه خضرة يعني مدينة خضرة خضرة ما شاء الله ومدينة معروفة يعني بالأمطار ايضا يعني دائما كثرة الأمطار في كماسي يعني استاذ سعد حقيقة حقيقة نعم انا عندي نظرة عن دولة افريقيا انها صحرة وما في خضار ما في موية انت بتقول هذه خضرة وحديقة وتسمى بمدينة الحدائق وامطار نعم ان شاء الله تبا اسمها كماسي 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 نعم انا زمان كنت اتفرج افلاب كرتون اسمه كماسي كماسي شخصية ما تعرفها صحيح انا ما اعرف ولا صراحة طيب ما اعرف هي ليست كماسي هي خماسي خماسي نعم طيب خلينا اسألك سؤال تاني في دولة غانا كم مدينة كبيرة يعني خلينا نقول مدن معروفة في غانا ولا عدة مدن على اسمة ثم كماسي اللي ذكرت لك ثم فيه يعني تمالي تمالي نعم تمالي يسمى تمالي هذا ناحية الشمال ناحية الشمال او الشمال الشمال يعني شمال غانا الشمال غانا وفي كيب كوست هذا أول يعني عاصمة قبل أكرة قبل أكرة سمعت أنا نعم نعم من هنا من الرياض أبغى أروح بالطيارة إلى غانا كم ساعة؟ ولا لو كان رحلة مباشرة مباشرة نعم قد يكون سبع ساعات سبع ساعات رحلة مباشرة مثلا من دبي إلى غانا سبع ونصف خلال أي من الرياض سبعة قد يكون سبعة إذا كان رحلة مباشرة يعني أوكي لكن مع الأسف ما في رحلات مباشرة إلى غانا لا لا دحين بعد البرنامج هذا حيث نسوي لك رحلة مباشرة إذن الله إنت بس ضبط معنا الحلقة ونخلي الناس يحبوا غانا بإذن الله وكله نركب الطيارة على حساب قناة المجد أبشر إيشاء جزاكم الله نتشرف يعني نتشرف لازم نقياه وإنت تكون موجود أصلا حتستغلنا أبشر إيشاء الله أبشر القبائل في غانا تسمعنا أنه فيها كده عدة قبائل مختلفة صح؟ عدة قبائل يعني فيها عشانتي هذا يجمع عدة قبائل يسمى أكان عيدا وهذا أكبر يعني مثلا قبيلة في غانا وفيه دوغنبا هذا في الشمال وفيه إيوي هذا منطريق يعني يسمعه جيحة يعني توغو وفيه يعني داقاتي فرا فرا يعني إدت قبائل موجودة طيب هذه القبائل يا أستاذ سعد يتكلموا نفس اللغة يعني؟ لا كل قبائله لغوات الخاصة لغة خاصة ولا لحجة خاصة؟ لغة خاصة لغة خاصة يعني ممكن أنا ما أفهم من هذه المدينة ما أفهم الآخرين مثلا أنا الآن أي لغة من لغات الشمال طيب هل أنا أقدر أعرف أنه أنت غاني وهذا مو غاني؟ أكيد يعني يعني غاني نيجيري فرضنا أثيوبي أو هل هناك فرق في الأشكال؟ أكيد شيء فرق مثلا هنا لو رأيت مصري تعرف هذا أردني وهذا يمني من الشكل تعرف مباشرة ففي غانا أيضا نفس الشيء طيب كنا بنقول للمتابعين موضوع رئيس غانا رئيس غانا بعد الاستقلال قوامي من هو الدكتور قوامي كورما؟ يعني ما هي قصة هذا الرئيس أو ما هو هذا الرئيس تفضل كوامين كرمى هذا هو أول الرئيس بعد الاستقلال كما لا يخفى عليك أن الاستقلال كان على فكرة بس ما اكتع كلامك معنا صورته في الشاشة للمشاهدين آه مع شاهدين الآن يشاهدون نعم هذه صورة الرئيس هذا صورة الزعيم الغاني كوامين كرمى الذي يشاريه بالبنان كل من درس تاريخ إفريقيا لا بد يتترق إلى كوامين كرمى ثم كوامين كرمى هذا أصل اسم غانا الذي نتحدث عنها غانا سابقا في التقرير ذكرت عن اسم الدولة ساحل الزهب ساحل الزهب ساحل الزهب وهو الذي يسمي اسمها الحالي باسم الدولة الأفريقية التاريخية المعروفة بماراتور غانا إمبراطورية غانا غانا ورجعون سبب التسمية إلى أن هذا الزعيم كوامين كرمى هو وأصحابه يعني لأطلق هذا الاسم محاولة منه لتذكير العالم للماد المشرق لتلك الإمبراطورية غانا ومن باب الافتخار بهذا الاسم التاريخ لفريق العريق الله فمعناته غانا الرئيس هذا اللي قبله شيئا جاء هذا الرئيس الدكتور لازم أنا أحفظ اسمه كوامين كرمى كوامين كرمى كوامين كرمى وبالمناسبة أيضا هو متزوج بمصرية فتحية متزوج بفتحية؟ يعني زوجته مصرية يعني رئيس غانا الأول زوجته مصرية يعني كل عائلة واحدة مصر غانا فهو أخذ من مصر يعني نعخذ من مصر وعايد يعني والده توافقت وقتها يعني الوالدة الوالدة وافقت ما كان أكيد يعني سبحان الله وهي عاشت معاه في غانا في غانا ولو أبناء يعني موجودين الآن وإن شاء الله فهذه معلومة يا جماعة رئيس غانا الأول كانت زوجته مصرية علاقة العلاقة العلاقة استفدنا العلاقة قوية بين غانا ومصر يعني تضارب مع أحد غانا يجيك أحد مصر يقول لك أبي أدول ولد خالد لأنه حتى لعبة مصر مع غانا كرة قدم غانا فازت ستة تنين ومصر ما قالت أي حاجة طيب خلينا نقول حاجة تانية في قصة اسمها كتبوا لي هناك قصة للسيف قصة السيف نفسي أعرف إيش قصة السيف هذه أستاذ سعد السيف هذا هذا في المنطقة التي ولدت فيها يسمى كماسي في المنطقة التي ولدت فيها منطقة كماسي نعم هذا مبلقة عشانتي هذا من الممالك القديمة جدا والقبائل المسيطرة هو قبيلة عشانتي وصابقا كان عندهم نقولهم نقول كاهن ولا أي شيء فهذا الكاهن يسمى كونفوانوتي زي ما أنتم شايفين هذا رأس السيفنا هذا رأس السيف هذا رأس السيف تفضل وأخذ السيف هذا وضفع إلى يعني الدفاع إلى أو نقول نصبه إلى الأرض أو ألقه إلى الأرض فهمت؟ يعني دخل السيف كده غرزه غرزه إلى الأرض على الأرض حلو ثم يعني وقلنا أنه لن يتمكن أحد من نزع السيف أو سحبه من الأرض وإلى يومنا يومنا هذا يومنا هذا لم يستطي أحد أن ينظر السيف من الأرض وأيضا كانوا بإدة محاولات بإبدأ إجراءات لنزع لكن بدون جدوى يعني هناك سيف موجود في منطقتك التي أنت تولد فيها نعم مغروز في الأرض نعم وما أحد قادر يخرج من هذا نعم ومنذ أربعمائة عام ومنذ أربعمائة عام أربعمائة عام ومع ذلك موجود والصياح قصدونا هناك دائما هذه قصة حقيقية أو لا موجودة ساد سعد يعني سيف يعني أربعمائة عام يعني الرئيس منزوج مصرية ما الشيناه نعم أما أنه سيف مغروز ما أحد هذا يشير أربعمائة عام تعرف في الجوجل لا يبقى لأهد لا تدخل في الجوجل يعني ترى ممكن يعني ومن ثم أيضا يعني يعني يعتقدون أجهزة يجيبوا جهاز يجيبوا سيارات يجيبوا مكاين ما في يعني يعتقدون يعتقدون بأن يوم الذي يتم نزع السيف أو سحب السيف مكان السا تنهار مملكة عشانتي هذا اعتقاد ينبه هم يعني من ضمن الاعتقادات القديمة أنه إذا شهلوا السيف تنهار المملكة طب خلاص عشان كده ما يبغي يشيله أجل أجل هم يمكن محمد آلي الملاكم محمد علي كلاي معروف نعم لما زار قانا زار هناك حاول بكم ولا ما يستطيع لا لا إذا إذا محمد علي كلاي حاول لأنا كنت أقول لك أبغى حاول بس مدام محمد راح الله يرحم وبدأ لي خلاص ولأنا كنت أقول لك ترى أنا يدي يعني معروفة طيب والله قصة جميلة يعني نحن لو زرنا غانا ممكن نرى هذا السيف موجود يمشي لكماسي موجود لكماسي موجود أيضا مستشفى الكماس الكبير مستشفى الكبار جنب هذا السيف نعم طيب أبغى جيك في سؤال برضو يعني دائما للناس تفكر فيه نبن يعرف خصة هو سؤال عن الدهب ما شاعد هم أنا ما دري من أول حطين سباق دهب ضحكوا علي بشوية هذا طلع هذا أغلى نحن سمعين أنه غانا فيها أو مشهورة بالدهب وأنا أول ما قلت لك في البداية كان في بالي أنه هي دولة صحراوية وفقيرة ولا يوجد فيها شيء سوى و إيش قصة الدهب وما هو الدهب في غانا والدين والله في التقريب ذكرت يعني ساحل الزهب يعني قولكوست هذا اسمها سابقا قبل اسم غانا كما ذكرت ساحل الدهب نعم وذلك لكثرة الزهب الموجودة فيها ومن ثم ما أتوقع إلي ما أخوني ذاكرة نعم قد يكون الثاني منتج للزهب في إفريقيا إما الثاني أو الثالث ما شاء الله يعني بلان الثلاث الأول غانا فيه أوكي أنا أسمعت أنهم في العالم رهم أتوقع عشر أحد عشر نعم وفي إفريقيا يمكن الثاني الثاني أو الثالث ما شاء الله يعني دحينا لو رجيت بيتكم أنا وعزمتني على العشا وروحنا جربنا حق السيف ما زبطت نعم حد يدينا ذهب حق المشوار عندكم ذهب في البيت أو ما شوف لا الثهب تاريخ ما شاء الله تبارك يعني يعني انبهرت يعني كله في هذا بس التعارف ولا واحد منه حقيقي نبغى نبغى الحقيقي عندكم يعني هل هل النساء في غانا يلبسون الذهب كثيرا لأنه مشهور في غانا يعني هل هي مثلا وحسب المناسبات يلبسون الذهب يعني يعني أكسوا التتاجر في الدهب مثلا في تجار يعني الذهب لما إنكم تمتازون فتتتاجروا في الدهب أو حسب يعني الحكومة لها نسبة فيه يعني الشباب يتاجرون في الذهب موجود يعني طيب الدهب بالنسبة لك هو يعني أو بالنسبة للعالم هو أفضل شيء بالنسبة لي أنا هذا أفضل شيء ماذا لكن اللي هو الشوكولاتة هذا من كاكاو كاكاو حقيني على الكاكاو توجد شجرة هذا عندنا في غانا يعني غانا مشهورة بشجرة الكاكاو الكاكاو يعني أنتم تصدروا الكاكاو ننتجوا الكاكاو نصدر الكاكاو للعالم هذا الثاني هذا يعني أنتم رقب اتنين في العالم عندكم شوكولاتة نعم وقاعد هنا إيش تسويها يا أخي أرجع بالله عندي رقم اثنين شوكولاتة ما شاء الله بالذات في موضوع الشوكولاتة الذهب ما في مشكلة حتى جابوا لي بودرة يعني قالوا لي فيه عدة أنواع في الشوكولاتة إنكم إنتوا تطلعوا الكاكاو نفسه الأصل هم يا جماعة مو يسووا هذا مو يسووا كده ويأكلوا لا هم يسووا الأصل الكاكاو فالكاكاو هذا يخرج منه عدة منتجات نعم فيه شركات يسوي مثل هذا وأجود وأحلى من هذا بس خلاص والأصلي يعني أجود وأصلي من هذا نعم يعني نحن سنحجز أسبوع القادم على غانا أي واحد يحلي يبقوا على غانا ويأخد له شوية شوكولاتة ممتاز ممتاز جدا على طار الأكل فيه وجبات نحن كل حلقة نجيب وجبات للأكل معينة أنت من تشامم ريحة من أول؟ غير ريحة الشوكولاتة أنا فقط شامم ريحة شوكولاتة كأني أسمم ريحة طيب خلينا أسمعك خلينا أوريك نحن إيش جهزنا اليوم ما شاء الله بسم الله رحمه الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما هذه الأكلة هذا يسمى كينكي كينكي ويسمى عيدا بلهجة أخرى دوكونو دوكونو هذا كينكي ودوكونو يا شباب هذا سمك صح؟ هذا سمك وهذا إيش؟ هذا فلفل فلفل اللي هو الفلفل يعني فلفل حار وهذا؟ هذا هو كينكي نفسه نوعين من الكنكي كينكي أصفر وكينكي أبي صح كذا؟ نعم وهذا كينكي هذا من الزرة ترى من الزرة هذا أصلا من الزرة طيب في عندنا فيديو يورينا هذا الكنكي دعني أرى الفيديو أولا ثم نعلقها عليها نعلق على الفيديو أول نعم أنت هذه أكلتكم تعتبر يعني هي دائما تتاكل دائما أسبوعيا يوميا أو هذه وجبة؟ لحسبة لكن أنا شخصيا ممكن مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع بس ضروري تأكلوها يعني ليس ضروري يعني تعرف الزرة مع السمك مع الإدام مع كده إيش أشهر المأكولات على الفكرة؟ ولا أقول لك خلينا نشوف الفيديو شوف 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 إيوة شوف هذه إيش هذه يا أستاذ؟ هذا فوفو هذا فوفو فوفو آه هذا اليام اللي هو يسمى من يام من يام نعم يام وكزافة يام وكزافة وكزافة ممكن ما تعرف بالإنجليزي إلا إلا معروف معروف نحن نسميه بطاطة حلوة جزر ياماني دايكون هو نوع من أنواع الطيب فهم إيش يسووا في هذا؟ كما رأيت يعني يطحنوه كده يضربوه حتى يكون زي عجين يعني كده يصير عجين نعم بعدين هذا يطلع لا بعد نقول له إدام خاص إما لأي السوب الخبز صح؟ هو زي عصيدة زي العصيدة نعم زي عصيدة فهو يعني كده تأخذوا يا جماعة نفس العجينة هذه نعم بعد ما يضربوا فيها تأخذوا كده وتغمسوها في الإدام صح؟ نعم في اليد صح؟ نعم تغمسوها في الإدام كده وتقول بسم الله لازم يقول بسم الله أكيد مسلم لا يقول بسم الله طيب فيه فيديو تاني كما أنا أبرك هو نعم إذا تسمح لي فيه فيديو تاني أتوقع هذا الفيديو أنا عجبني عشان أقول لك قل لي إيش هذا أو الحاجة هذا بداياته هذا هذا اللي ذكرته هذا الفوفو أيوة زي مثلا يقولنا اليام هذا نمع يعني يندج يعني يتبخونه أيوة ثم يضعون ثم على القدر ويأخذ يعني حبه حبه ويدع فيه ويبدأ يضرب يخبط فيه كده إليه يصبح العجيب نعم فهذه يمكن الطريقة من البداية طريقة من البداية هذه طريقة من البداية ممتاز ممتاز فيه أكلة والله شكله مشاهي هذي طبعا يعملونه في البيت صح؟ وانا في البيت وفيه مطاعمة أيضا خاصة لها فيه مطاعم رستورانت صح هو أكل مالح يعتبر صح؟ مالح يعني وليس حلاء مش حلاء يعني مش سويت لا هو مو مالح أيضا يعني 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 وسط وسط بس هو وجبة وجبة يعني وجبة يعني أنا وجبة هذا وجبة الرئيسة أنت عارف أسمح لي أستساعد أقول لك هنا في اليابان في وجبة اسمها كيمتش آه كيمتش لا ما عليش غلط هديكه في كوريا يسموها موتي 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 هو عبارة عن رز نفس الطريقة اللي يحطوه في القدر ويدربوا فيه يدربوا فيه لين يصير عجين نفس الطريقة فأتوقع أنا دايما قاعد أتعلم مع الأيام أنه أغلب الدول فيه أشياء تشابهات بطريقة صناعة الأكل من زمان يعني فكرة الضرب هادي وبعدين يصبح عجين وبعدين ممتاز جدا طيب ممتاز جدا غير موضوع الأكل كمان عشان إحنا أكلنا الآن نعم فلازم نعمل رياضة صحيح نسوي رياضة ما شاء الله طيب الرياضة في غانا يعني أنا كده من وجهة نظري والمشاهدين أكيد متفقوا معايا ألعاب القوة يعني الأفارقة يحب الجري يجرون يعني مسافات هل غانا معروفة في ألعاب القوة والجري ولا أكثر في أي وقت غانا معروفة يعني أقلب الرياضة لكن معروفة بكرة القدم غانا معروفة بكرة القدم حتى عدون سبعينات ثمانية تسمى ببرازيل أفريقيا آها بانا تسمى بانا غانا تسمى ببرازيل ببرازيل أفريقيا ثم من ثم أيضا غانا ترى يعني البطولات التابعة للفيفا نعم مثلا كأس الأمل للعالم للناشئين نعم أخذها مرتين وأكثر وكأس الألم للشباب أخذها وكأس إفريقيا أربع مرات وهو كان له رقم قياسي قبل أن يأتي يتعدى أو يتفوق عليها مصر والكامرو بانا طبعا بانا يا جماعة بس معلومة كده على جميع هذه بانا اسم بنتي اسم بنتي بانا من غصن البانا فالله يحفظها ويسلم عليها ودرولي وحبك بانا طيب أنا آسف بس أنا قلت غانا بانا عارف طيب غانا يا شباب يسموها أفريقيا أو برازيل أفريقي لأنه هي تصدر غير الدهب وغيرها تصدر اللاعبين للعالم وهناك لاعبين مشهورين حول العالم من غانا وهم أصلا منتهب غانا قوي في الكرة القدم وحصل على بطولات عدة سواء في المنتخب أو حتى الفرق صح كلا؟ نعم يعني أنت أخويا أنت تعرف تلعب كرة؟ أنا كنت اللاعب أنا لائب كرة القدم يعني لا تقول كده شوفوا قدامين ما تتحداني تحداني قدام المشاهدين تتحدى مباراة الأسبوع القادم ونصورها وننزلها في التونيزيون أنا جاهز أنا جاهز أنت جاهز؟ جاهز ترى يوم الجمعة خلاص جاهزين عبشر هنلعب معاك نعم وأنا حسمي فريقي اسم معين حذر إيش فريق الملك فيصل كينغ فيصل تيم ما شاء الله هيا قل لي يا أستاذ سعد ما هو ما هي قصة؟ لا فيه فريق أيوه؟ أشهر الفرق يعني في غانا فيه عشانتي كوتوكو حلو هذا وأكره حاسو أفوق عشانتي كوتوكو هذا في كماسي ممتاز أكره حاسو أفوق من أكرف ثمية من العاصمة وفيه يعني كينغ فيصل كينغ فيصل هذا من مدينة يعني كماسي أنا معلومة غريبة شوف شوف حتى الشعار هذون إن شاء الله إي والله عندما هل الذاكرة نعم كينغ فيصل فوتبول كلاب ومكتوب إن شاء الله نعم اسمه الشعار ما شاء الله هذه معلومة شباب غانا عندهم فريق اسمه فريق الملك فيصل ولونه أخضر وبيض ترى الفريق صح؟ نعم هذا لونه ما شاء الله يعني الفرق أصلا عندكم قوية أصلا في الكورة تشارك في عدة بطولات نعم نعم سمى أحمد قروزة الحاج أحمد قروزة الحاج أحمد قروزة معروف يعني من الأسبوع القادم ويسمى زي عم اللي انصح التعبير يعني طيب هم إذا لهم حساب في السوشال ميديا من الأسبوع القادم سنعلن لكل السعوديين نعم أنه مسجع فريق كينغ فيصل حب الشريش سنشجع نتابع الدور الغاني عشان فريق الملك فيصل طيب فيه على فكرة على طاري هل هناك تعرف أي علاقة بين غانا والمملكة العربية السعودية العلاقة أنا سمعت أنه فيه علاقة خاصة يعني فيه علاقة جميلة من الأمور السياسية والاقتصادية وقصة فريق الملك فيصل لم تأتي هكذا سدى يعني كان فيه قصة سمعت عنها ولقد يكون لك أنا ما طلعت لهذه القصة لك علاقة غانا والسعودية من زمان موجود يعني منذ لأن أظن سفارة السعودية في غانا من أول السفارات الموجودة في إفريقيا فهذا ندلل الدول لأن فيه علاقة من زمان ليس ولدت الله أصر الآن صح صح إيش الفرق بين حياتك الآن كم سنة لك هنا ستساعد في السعودية ممكن سبع سنوات سبع سنوات تقريبا سبع سنوات إيش الفرق كده يعني بالمختصر في الحياة بين غانا وبين السعودية بين وجهة نظرك والله فيه فرق يعني السعودية أنا جاء مثلا مجي سبب مجي في السعودية هنا هو للدراسة مل للشغل يعني فتعرف يعني حياة الأكاديمية اختلف عن حياة يعني غير الأكاديمية فكل ما عارف السعودية يعني أعتبر حياة الأكاديمية كده تحب السعودية أولا ما تحب السعودية حبا جمّا حبا جمّا نعم حبا جمّا تفوق الوصف تفوق الوصف نعم سامعين يا شباب حبا جمّا يفوق الوصف وتفوق الوصف إيش أكتر شيء تحبه في السعودية يعني حبه في السعودية ولا شعبه السعودي أحترمهم الشعب يعني ما شاء الله الشعب يحترم نفسه ومن شعب أيضا مثلا يهتم يعني بالأجنبي طيب إيش في أكلة سعودية لما تكون كده أنت في السعودية أو في الرياض تكون كده جاءة تقول نفسي أكلة معينة أكلة سعودية معينة والله في ذلك المدفون والمدغوط نحن عندنا كل حاجة مدفونة مدغوطة ما نسيبها كده ما نجيب رزل واحد ولازم ندفر أنت عندكم فوفو نحن عندنا مدفوف أنت عندكم فوف نحن عندنا مدفوف مدفونة ناسمي طيب كويس لما نجيك غانا ستأكيني للأكلة الغانية خلاص ونلعب مباراة يوم الجمعة والفائز يعشي الفريق المهزوم مدفوف مدفونة تفكنا؟ تفكنا خليني أسألك كمان عن يعني النساء في غانا النساء وخليني نقول عن ثقافة الزواج في غانا وهكذا في ناس قالوا لي أنه في أفريقيا ثقافة الزواج تختلف عن ثقافة الزواج في الدول العربية هل هذه معلومة صحيحة؟ يعني مثلا موضوع الدهب هل أنتم مثلا من الناس اللي وقت الزواج المرأة دهب تعطوها دهب عشانكم دولة دهب في حاجة معينة؟ ولا تعرف هذا لأن غانا ترى خليت يعني بين عدة ثقافات عدد الثقافات يعني علينا نقول مثلا المسلمون له طريقة من خاص نعم وغانا مسلمون هو طريقة من خاص حتى بين المسلمين حسب القبائل يعني ترى لكن ويتختلف يعني قصلك من مكان لمكان يختلف من مكان إلى مكان يعني كم عادة الأعمار اللي في الزواج عندكم في غانا؟ يعني السن الذي يعني سنها الدستور هو 18 يعني من 18 سنة من 18 سنة يعني الزواج غيرها ممكن يعني ترد نفسك للمساهلات ومن كده روحي يجيب أيبا أيبا زي هذه القصة تعرف العالم يعني ممنوع صح صح هل هناك عدد طلاب أو يعني زي حضرتك بيدرسوا في المملكة العربية السعودية من غانا كثير أو لا؟ كثير كثير وفي جميع يعني يسمون جامعات السعودية والله ابتداء من جامعتين موجودة في ثلاث جامعات في رياض هنا مالكسعور جامعة الإمام حتى جامعة أميرة نورة ماشا الله في طلاب وطالبات من غانا والأبد الأكبر يعني في جامعة الإسلامية وفي أم القرى في المدينة برضو جامعة الإسلامية أم القرى صح أنت قبل ما تجي يا أستاذ سعد أنت فعلا لم تكن تعرف العربية يعني لا يعني نكون بدايات يعني قليلا يعني مقتطفات يعني مقتطفات فقط والآن تتحدث معي ماشاء الله ممتاز جدا يعني أنت تتحدث اللغة العربية أفضل مني إننا إننا منذ أن تعلمنا وأبجد هوز ولكنك تقولها أفضل مني خير إن شاء الله طيب شكرا على وقتك شكرا على وقتك الجميل وصراحة أنا يعني سعيد جدا باستضافتك أنت ضيف مميز اليوم علينا لأنه نحن معلومات كثيرة ما كنا نعرفها صراحة غانا أتعلمناها منك بس خليني أقول لك ممكن في كلمة توجيها لمشاهدينك من المملكة العربية السعودية والعالم العربي بصفتك شخص غاني يعني نيابة عن الغانيين رسالة إلى السعودين والعالم العربي تفضل أوكي الذي أقوله هنا يعني قد يعني يشو ليس غانا في حالة إفريقيا عموما هناك ضوابية لا بد من نزالتها وهو أن يعتقد الكثير من الناس والبابا أنت منهم يعني ترى بأن إفريقيا هي بلاد الفقر والعوبية والجهل والهروب الأهلية وهذا الاشكال أو مشكلة هذه لا أساس لها أصلا مفهوم ومن ثم لو رجعنا مثلا إلى غانا غانا فتحت قلوبها قبل أبوابها للجميع وما يميز غانا هو يعني حسبها المؤشر السلم العالمي على أن غانا من أكثر بلدان سلما وأمانة وأمانة في غانا ومن ثم اقتصاد غانا لا يقتصر على صناعة واحدة أو قتاعات المحدودة وإنما على صناعات وقتاعات يعني متنوعة فهناك فهناك مثلا لو جينا التصدير وهذا يعد من أهم الدخل لغانا وأيضا تنتج الموارد والمنتجات كالذهب والأخشاب والكاكاو وأيضا فتحة مجالها لمستسمرين لمن يريد مثلا إسمار التطوير العقالي المقاولات قطع الغيار البلاستيك حتى يعني مثلا في التعليم لغانا لها جودة عالية خدمات الدولة عالية في التعليم أو في الطب كلها موجودة ومن أيضا ومن أختم يعني لجمهور الجمهورية تفضل وجمهور المتابعين لقناة المجد أشكركم كل الفنيين والمخرجين والمقدمين ما في مقدم واحد أخدم واحد أو أحسن مقدم لو سمح لا في برنامج جيد غير هذا البرنامج ما في أي برنامج تاني خناة المجد تفتح الساعة بعد المغرب وتقفل للعيش لو سمح أشكرني الوحدي لو سمح شكرا خلاس لو سمح قول شكرا بشار برنامج عالمي لو سمح شكرا بشار على برنامج عالمي الله أكبر الله أكبر حبيبي أنا بس تفضل ثم أقول أشكر المملكة العربية السعودية المملكة الملتاة حيث أنني تحت الفرصة جيت هنا ودرست وأتألم العربية وأتكلم العربية وأترجم اللغة العربية حتى كان عندي بعض الجهود التي كنت بها في الحج المال قبل كورونا مترجم للبيئة الحج الغانية ما شاء الله فهي منتقى العربية إلى لغات المحلية ما شاء الله ومن ثم هأنذا وجدت نفسي في التلفاز في قناة ما أتحدث أي لغة لغة العربية أيضا هذا الفتح يرجي للمملكة العربية السعودية فأقول حفظ الله المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وأقول كل عام وقبلة الدنيا بإز وزحار ثم أقول وفي الأخير أقول ولأنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحرا نتكت الندم والنثر لما قلت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز أن واجب الشكري يعني إيش أقول يا شباب يعني أدب أخلاق دهب لا دهب ما نصل أدب أخلاق وفقد كله عربي فصحة وشعر شكر شكرا لك أنت شكرا لك أنت سسعد الفضل يعود بعض الله سبحانه وتعالى للمملكة أنه أنت قلت أنت تعلمت اللغة العربية وصرت ترجم وموجود في البرنامج نعم لكن لازم تعرف أننا كلنا أصلا أخوان ونحن نساعدكم وتساعدونا وننعبكم وتدعمونا وهذا السبب الرئيسي على فكرة البرامج اللي زي كده أننا نبين كيف ثقافة الدول المختلفة وكيف نحن نستفيد من الدول هذه يعني أقل حاجة أقل حاجة أنا مالي صلاح أقل حاجة الشوكولاتة ماشاء الله يعني هذه هذه أخذناها من عندك الحالة هذا كل هذا كله من عندك وعلى فكرة بس معلوم بس عشان المتابعين وعشان حضرتك تعرف أنا ملم بدولة غانا وقرأت عن دولة غانا وأعرف كثير عن دولة غانا لكن أنا هنا لا أمثل نفسي بقدر ما أمثل مشاهديني والمتابعين على مستوى العالم العربي وأغلب الإمجز أو الصور اللي نأخذها عن دولة إفريقيا وإنتم طبعا دولة محترمة وعلى راسنا وأنت أخونا موجود هنا وفعلا في أي وقت تحتاج أي خدمة المملكة لن تقصر معك ومعكم وشكرا على حضورك في أمان الله نأخذ فاصل ونرجع عشان نتعلم كلمات غانية